السلام عليكم مرحبا بكم على قناة باتيس حانان في هذا الفيديو سنشارك معكم عسل التمر او ديبس التمر اللي غادي يكون بديل صحي لعسل السكر وصفة اللي تقدروا تعتمدوا عليها في المعسلات وكذلك في الخبائز اللي غادي تنفعكم في رمضان ان شاء الله اللي تقدروا تحلوا بها مجموعة من الخبائز والمعسلات كذلك في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي تكون معسلة بعجين شباكية اللي غادي نستعمل فيها هاد العسل اللي حضرت معاكم فاللكن كاهمكم الامر ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بالفيديو كذلك بجديد كل الوصفات غادي نحتاج هنايا كيلو ديالتمر اي نوع ديالتمر كتخدموه به هنا يا اخديت التمر غسلته مزيان وكننا اخدو كننقيه اه من العدم كنحيدو لي العدم باش كالجينا كيف ما اللي شوفوا معي من بعد العملية اه سهلة من الاحسن تخلصو من العدم ديالتمر هنا من بعد ما نقيتو كيلو ديالتمر غادي نزيد ليه شوج ايطرو ديال الماء معادي من الروبيني وغادي نحطو يغلي اه فوق البوطة هنا من بعد ما كيغلي غادي نسد عليه وغادي نخليه عشرين دقيقة من بعد ما كي يصفر كنحسبوه كتصفر كوكوس كنحسبو لي عشرين دقيقة كي يولي بهتشكل كيف ما كتشوفو را كي اه كيرطاب مزيان كيهرى بحل عكا صاف هنا غادي ناخد الميكسور وغادي نخلطو مزيان هنا كنطحنوه مزيان باش كي اه باش غادي ولي شوية سائل ونقدرو نصفيوه من بعد بسهولة هنا من بعد ما طحنتو كيولي بهتشكل غادي ناخد هنا اه زيف هنا اه عندي زيف ديال حياتي اللي كيكون خاص بالمطبخ كنصفي فيه وكنناخد شبكة وكنبدأ كنصفي هاد المعجون ديال التمر فهنا ايا كيف ما شوشو الكمية كسيرة غادي نحاول نحركو شوية بما كت نقص الكمية عادي غادي نضيف الباقي ديال اه الخالط فهنا ايا غادي نضيف الخالط اللي بقى وغادي نخلي نحاول نحركو شوية ونخليه اه كي تسقطر فممكن اه اه تسقطر مباشرة لكن من الاحسن الى خليته تسقطر فكي يبرد شويو كتقدروا انكم تسقطروا بسهولة ما 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 يحركو مش فاك نخليه اه من ما يتسقطر شوية وغادي رجع باش نعصره هنا كيف ما شفته وراه بدا كيتسقطر من الماء غادي نحاول نجمع هاد زيف اون بدا كنعصروا حتى كنخرج منه الكيمية ديال الماء كلها اللي هي هاد الكيمية ديال الماء هي اللي كتكون اه هي اللي كي يكون فيها الحلاوة ديال التمر هي اللي غادي من بعد تولي عن ناسل سوف هنا يا را كنبقى كنعصر كنحاول نعصروا من ما تماما حتى كنشف صافي كنستمر بحلاك حتى كنعصروا مزيان كيف ما شفته معايا هنا ايام من بعد مما صرتو كي بقى لنا هاد البقايا ديال التمر اه بهذا الشكل بالنسبة لي هاد اللي بقايا ديال التمر فما غاديش نتخلص منه غادي نصيب به معسلة اه اللي غادي تكون في الفيديو المقبل ان شاء الله هنا من بعد ما اصرت اه الماء ديال التمر مزيان كنحطو فوق اه عافية لي كتكون مجهداء وكنخليه كي يغلي حتى كي يبدأ كيف ما كتشوفو هنا الهدف ديالنا من هاد العملية هو نتخلص من الماء ويتبخر كتشوفو هنا يا الكمية ديال الماء نقصت كتحسو بي كي يبدأ كي يتقال فهنا كنخليه ما زال كي ينشف هنا يا كي يكون العسل قرب كي يوجد لنا كتشوفو كي يبدأ كيدر الرغوة وكتكون الكمية قلالت وكنحسو بي بدأ كي يتقال بهذا الشكل هنا كنرد معه البال وكنبدا مرة مرة كنجرب كناخد سباتيو لبال شكل كندو الصبعي فمن اللي كي يبقى ها التراس ديال السبع ناشف يعني ما كيهبطش عليه العسل فرا كي يكون العسل وجد هنا رب مجرد ما كيطلع بحلكة كي يبغي يفيد العسل فرا كي يكون واجده كي يكون نشوف منه الماء اللي كي يكون فيه فهنا يا كنت فعليه فهذا المرحلة كي يكون العسل لي لنا وجد أنا هنا بما أنني غنستعمله في هذه المعسلة فقط فزدته شوية في الطياب باش يجيني تقيل فهذا العسل غدي يكون تقيل غدي نستعمل فقط في هذه المعسلة فما يمكنش أننا نستعمله في الخبائز العادية لهذا أنا أزل لي شوية الطياب فإلا خفتوا أنكم تفوتوا لي في الطياب وجيكم تقيل بزاف خصوصا لكي تستعمله في الخبائز مثلا بغرير او مسمن او بحلكة فتقدروا أنه من يغلي مجرد ما كيغلي كي ديراد رغوة كتطفى عليه وكتاخدوا شوية قطارات كتديروهم في تبصيل وكتخليوه كي يبرد أو كتدخلوه لتلاجة وكتجربو القوام فلكن بقي جاري كتزيدو شوية الطياب إلا كان هو هذاك صفر ما كتعودوش تشعلو عليه فمن الأحسن أنكم تدروها التجربة إلا كنتوا أول مرة كتحضروا العسل باش ما تفوتوش لي الطياب وجيكم قاصح بزاف هنا من بعد مما وجد العسل هذا هو القوام ديالو كيفما قلت لكم أنا هاد العسل اللي رغدرتو شوية تقيل على حسب المعسلة اللي غادي نستعملو فيها إلا كنتوا غادي تستعملوه الاستعمالات متعددة فمن الأحسن أنكم تدروه شوية خفيف كيفما قلت لكم تفوتو عليه في مرحلة قبل وتجربو القوام ديالو عاد باش تقروا واش تزيدوه الطياب أو لا تحبسوه بالنسبة لهذا القوام راح يتبقي سخون فمن اللي غادي بردرة غادي يتقال أكتر فمن اللي كيكون سخون كيكون هاد القوام ديالو وكتكون هدي وصفتنا لليوم عسل طبيعي صحي نتمنى أن وصفة اليوم تكون لدي إعجابكم شكرا على المتابعة وإلى فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر